هذه الفنانة المصرية الشابة هانا الزاهد بدأت مسيرتها في الإعلانات ثم دخلت عالم الدراما والسينما. لعبت أدوارا متعددة حتى وصلت إلى البطولة كما في فيلمي قصة حب والغسالة. وآخر مشاركاتها كانت في مسلسل حلوة الدنيا سكر والمسلسل النمر الذي عرض في رمضان هذا العام. هانا الزاهد شاركت متابعيها وهم بالملايين. هذه الصورة تجلس في قمرة طائرة إلى جوار طيار. يبدو أنها كانت في عطلة بعد انتهاء رمضان وموسم المسلسلات. البعض استذكر من خلال هذه الصورة الفنان محمد رمضان. عندما ظهر في قمرة القيادة قمرة طائرة مع الطيار أشرف. الذي تم فصله بعدها ثم ألزمت المحكمة الاقتصادية في القاهرة محمد رمضان. بتعود الطيار بستة ملايين جنيه. لكنه توفي الشهر الماضي. الله يرحمه. التفاعل كان كبيرا على وسائل التواصل مع صورة هنى. وتعرضت الفنان الانتقادات من البعض. هنا مثلا هشام حمدي يكتب. ظاهر الفنانين حالفين على الطيارين. عاوزين يقعادهم في بيوتهم. وطبعا هيتعرف معاد رحلتها. والطيار هيتقاب. أما هنا فباهر نشأت يكتب. إحنا شعب عنده قلاعة. أن الطيارة زي التوكتوك. كده ندخل ونعد على حجر الطيار عادي. أما هنا إبراهيم فاضل. فيكتب طيارة صغيرة. وزنها أقل من 5700 كيلو. وهذه طيارة تتطلب طيارا واحدا فقط لطيران. وعادة بكرسيين أو أربعة. يعني في حالة أكثر من راكبين. سيكون من الطبيعي أن هناك راكب جنب الطيار. بعد تداول الصورة وردود الفعل عليها. صرح باسم عبد الكريم. وهو مساعد وزير الطيران المدني. للشؤون الدولية والإعلام. قال معلقا على الصورة. هذه الطائرة ليست طائرة مصرية. وخارج المجال الجوي المصري. وقد تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي. أحمد فهمي طبعا هو زوج الفنان هانا الزاهد. الذي أفاد أن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية. بخط سير زنجبار إلى سرنجتي بدولة تنزانيا. البعض علق على ذكر طائرة مروحية في التصريح. وقالوا إنها ليست طائرة مروحية. مثلا هنا هذه تغريدة لحمزة مزيان. لا أظن أنها طائرة مروحية بسبب مقبض الطائرة. أما يونس عمر فيغرد. كيف طائرة مروحية؟ متسائلا بثلاث علامة استفهام. يبدو أن هناك خطأ. فقمرة الطائرة تختلف. وفي الصورة ممكن تكون طائرة ليست من النوع النفاث. هنا الزاهد ردت على الانتقادات بنشر هذه الصورة. وكتبت عليها للتوضيح. تقول هنا باللهجة المصرية. الناس التي تتصور كيف في الكابينة؟ الطائرة لا يوجد كابينة أصلا. وفي واحد من السياح يقعد جنب الطيار يصور. وهذا طيران تنزاني. وليس ممنوع أن يقعد جنب الطيار. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها.